كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية عن ما اسمها أيقونة الأسلحة التي لم تستخدم حتى الآن في المواجهات على الصحة اللبنانية وبين المصدر أن العمل الاستشهادي هو ضمن أدوات المعركة التي تحددها الظروف الميدانية مشيرا إلى أن هذه الأيقونة ستشكل منعطفا مهما في المعركة خاصة وأنها ذات تأثير بلغ في إيقاع الخسائر في صفوف الأعداء وأكد أن هذا المبدأ جاهز وسيعتمد فور الحصول على الضوء الأخضر للمضي في تطبيقه مشددا على أن الدفاع عن الأرض تتضلل بالمزيد من التضحيات خاصة مع الدعم والتمويل والأسلحة والتكنولوجيا والمعلومات من دول غربية على رأسها واشنطن وأضف أن فصائل المقاومة تتهيأ للكثير من المفاجآت في ساحة المعركة لأسيما وأنها بدأت تتوسع شيئا فشيئا في الجنوب اللبناني